في سياقنا متصل شارك وزير الخارجية سمح شكري في فعاليات اليوم الثاني والأخير لاجتماع كوبنهاجن الوزاري حول المناخ والذي يعقد بالدنمارك برئاسة مصرية وإماراتية مشتركة واستهل شكري الفعاليات بترأس جلسة حول قضية الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ مبرزاً أن كوب 27 المؤتمر التي عقد في شرم الشيخ شهد لأول مرة تضمين بند الخسائر والأضرار ضمن أجندة عمل المؤتمر بجانب التواصل للاتفاق التاريخي لإنشاء صندوق لتمويل جهود معالجة خسائر وأضرار تغير المناخ في الدول النامية والأكثر تضروراً